أكد رئيس عبد الفتاح أسيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أن الوقت قد حان كي يتم بصورة فورية وضو حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وللمحتجزين وعائلاتهم وأشدد القادة الثلاثة في بيان على أنه حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين والمعتقلين أضاف القادة في البيان أنهم سعوا مع فرقهم جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ ويستند هذا الاتفاق إلى المبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو من عام 2024 وتمت المصادقة عليها في قرار لمجلس الأمن أشار القادة في البيان إلى أنهم دعوا الجانبين إلى استئناف المفاوضات العاجلة يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدي تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في الخامس عشر من أغسطس لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتحرير المحتجزين في غزة ووقت في إطلاق النار وذكر مكتب نتنياهو أنه بناء على العرض المقدم من الموسطى سترسل إسرائيل وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم تحديده لاحقا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطارية شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات جنوب لبنان وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات على بلدات حنويه وعيد الشعب تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان أصيب أربعة عسكريين سوريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي بسوريا وذكرت وكالة سانة للأنباء نقلا عن مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع خسائر مادية ذكرت شركة أمبر البريطانية للأمن البحري في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن سفينة تجارية أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن وأضافت شركة أمبر البريطانية في مذكرة إرشادية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمي بجمهورية بوركينفاسو كاراموكو جان ماري تراوري وصرحت وزارة الخارجية أن الاتصال تناول مجمل مسارات التعاون القائمة وبحث سبل تطوير هائلة أفاق أرحب بما توفق مع أولويات البلدين في المرحلة الراهنة وقد حرص وزير الخارجية على إبراز اهتمام مصر بدعم بناء القدرات الوطنية وتطوير المؤسسي بالدول الأفريقية الشقيقة من خلال الوكالة المصرية للشاركة من أجل التنمية والمنح الدراسي التي تقدمها الجامعات المصرية أضافت الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أكد على مساندة مصر لجهود بوركينفاسو في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود معاربا عن حرص مصر على الانخراط في تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الأفريقية ومخاطبة القضايا التي تمثل أولوية للدول الأفريقية الشقيقة مؤكدا على أن مصر ستظل داعمة للأشقاء الأفارقة في جميع المحافل الإقليمية والدولية توجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه بعدما حقق الفوز على فريق سموحة بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس على استاد بورج العرب الإسكندرية سجل محمد مجدي أفشا الهدف الوحيد للأهلي في الدقيقة الخامسة والتسعين بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشبك بهذه النتيجة يصل النادي الأهلي بقيادة السوسري مارسيل كولر للنقطة رقم 81 في صدرة ترتيب المسابقة المحلية وبفرق ثماني نقاط عن فريق بيرامدز صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة ترجمة نانسي قنقر